للمزيد من المتابعة نتحول لي الزميل عوض الغنام ليطلعنا على مزيد من التفاصيل عوض إليك الكلمات فضل نعم لما تحياتي كما يسير النيل من الجنوب إلى الشمال عبر ملايين السنين يسير نهر الوسطية والسماحة من خلال مناهج الأزهر الشريف من الشمال إلى الجنوب هذه من أهم الكلمات التي جاءت على السنة الدعاء وكبار رجال الدين السودانيين في هذه النهد التي انتهت منذ قليل في إطار جولة مهمة يقوم بها وزير الأوقاف السوداني هنا إلى أكاديمية الأوقاف بسادس من أكتوبر يرافقه عدد كبير من كبار الدعاء والمسؤولين بوزارة الأوقاف ورحب بهذه الفكرة هذه التجربة التي تبنتها وزارة الأوقاف وأسستها في العام الماضي ومذالت تعمل حتى الآن بكفاءة عالية ألا وهي أكاديمية الأوقاف هنا بسادس من أكتوبر وفيها قام بجولة في جنبات هذه الأكاديمية واستمع باستفادة من وزير الأوقاف المصري حول الدور الذي تقوم به هذه الأكاديمية على كل الأسعاد وفي كل الاتجاهات لأن هناك أقسام متعددة ورسالات متعددة لهذه الأكاديمية لكن على كل حال محور الندوة الرئيسية التي تحدث فيها كل من وزير الأوقاف المصري ووزير الأوقاف السوداني بالإضافة إلى السفير السوداني هنا بالقاهرة وكانت هناك مدخلات عدة من الرجال الدين المصريين والسودانيين كان محوارها هو رفض كل صور العنف والتطرف ومؤكدين على سماحة الإسلام من خلال مناهج وسطية تعمل عليها هنا الأكاديمية وسيتم انساخن جادة تعبير هذه التجربة أيضا في السودان ووجه وزير الأوقاف السوداني دعوة رسمية لوزير الأوقاف المصري لزيارة الخرطومي عام قريب أهم ما جاء على لسان وزير الأوقاف المصري كذا فيها على أن هذه الأكاديمية الدراسة بها ليست دراسة تقليدية بمعنى ليست فقط مناهج أكاديمية تتم من خلال الدعوة وأصول الدين ولكن هناك دراسات متعددة حتى يخرج الداعي أو رجال الدين في مصر الذين يعتلون المنابر وهم يحملون بين طيات عقلهم وثقافتهم الموسوعية أركان عديدة من الثقافة المتعددة فيدرسون هنا علم النفس وعلم الاجتماع واصطراع الحضارات وكذلك المناهج الجديدة الخاصة بالسوشال ميديا وبالتطورات الخاصة في الإعلام المحلي والإقليمي والدولي العديد من المناهج الآن وأنا معك على الهواء لما بدأت الندوة الأولى التسقفية والتي يلقيها الآن رئيس هيئة الكتاب هنا في مصر ومحورها حول فن الإلقاء وسيكون هناك ندوات أخرى اليوم وغدا وبعد غدا وسيكون الختام في الأسكندرية عروس البحر المتوسط حيثه معسكر أبو بكر الصديق وسيكون الختام بحضور وزيري الأوقاف المصري والسوداني غدا سيكون هناك زيارة مهمة للغاية لما للوفد السوداني برئاسة وزير الأوقاف المصري حيث سلتقي قداسة البابا ليقدم له التهنيئة بمناسبة أعياد الميلاد هذا هو ملخص هذه الجولة المهمة التي تمت اليوم بالنسبة لوزير الأوقاف والوفد المرافق وكان له تصريح مهم لإكسترا نيوز أكد على أن هذه الجولة التي بدأت بالأمس هي تأتي لتأكيد المصير الواحد ما بين الشعب المصري والسوداني عودة لكنا عودة بشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر